موسيقى هاي معكن المعالجة الغذائية كريستال أبيعاصي برحب فيكن على موقع سيدتي دوت نت شو لازم تقلب تفوتي على قلب حياتك بهيد السنة لحتى صحتك وجسمك بيكونوا بأفضل حالة شغلتان كتير مهمين وشوية جداد يمكن منيك سامعة فيهم أول صنف رح نحكي عنه هو الكينوة الكينوة هيدا الحبة يلي صارت موجودة بكل السوبر ماركت وحتى بكل المطاعم وبكل المنيوز أو قائمة الطعام طبع معظم المطاعم المشهورة الكينوة إذا طلعت إليها شكلها مثل حبة الرز أو مثل حبة البرغل بينما الكينوة ما فيها نفس الفوائد أو نفس الخصائص يلي موجودين بقلب الرز والبرغل ومعظم الحبوب يلي تعتبر النشويات الكينوة إذا كنت ما بتحب اللحمة ما بتحب الإججاج وما بتحب السمك فيك تستبدله هول البروتيين الموجودين بقلب هول اللحمات بالكينوة لأن الكينوة هي المصدر الأساسي للبروتيين بس مصدر نباتي الكينوة كمان للأشخاص اللي عم يتبعوا دايت بيقليل النشويات ممنوع أو لازم يبتعدوا عن النشويات الكينوة فيها تحسسكن أنكم عم تاكلوا رز عم تاكلوا باستا عم تاكلوا برغل بس بنفس الوقت ما بتكونوا عم تاكلوا هول الأصناف ومع بتفوتوا نشويات عقل بحياتكن الكينوة فيك تلاقيها مثل ما قلت قبل بالسوبر ماركت فيك تلاقيها بالمطاعم موجودة وين مكان وبتنطبخ بكثير سهولة مثله مثل الرز بينما تاني الصنف رح احكي عنه عم نحكي عن بزر لتشيا هيدي البزري اللي عم تنحصد وتنزرع بلاتن امريكا جواتيمالا بوليفيا وهول البلدين صارت مشهورة جدا هيدي السنة لأنه تبين انه لتشيا سيد فيها خصائص معينة بتقدر تحرق الشحم اللي موجود بمنطقة المعدة مش بس هيك لتشيا سيدز وتتفوت عقلب المصارين تمتص تسع مرات وزنه مي سو بتنفخ بقلب المصارين وفيها تشتغل كناتشرل ابيتايت سبراسنت او بتقدر تقطع القبلية بطريقه ناترال بطريقه صحيه وبطريقه طبيعيه بكل بساطه لازم تاكل ملعه تشيا سيد كل يوم الصبح او بعد الظهر وتشبه من وراها كباية او كبايتين مي كبار لحتى تستفيده اشتركوا في القناة